موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم معنا في أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي والبداية بأبرز العنوين واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا وموسكو تؤكد أن كييف لا تحقق نتائج ملموسة رغم الدعم الغربي الكامل توالي الردود الدولية والأفريقية على قرار المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس بازم وواشنطن تحذر من تقويب فرص حل الأزمة سلميا موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة دروبادي مورو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلادها كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة ممثلتين إلى فخامة دروبادي مورو وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقية تهنئة ممثلتين إلى معالي شرينا ريندا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة يونسو كيول رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى يوم التحرير كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس يونسو كيول وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقية تهنئة مماثلتين إلى معالي هاندوكسو رئيس وزراء جمهورية كوريا بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة ريدي نيس ساسو نيكسو رئيس جمهورية الكونغو بمناسبة ذكر استقلال بلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس دينيس ساسو نيكسو وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقية تهنئة ممثلتين إلى معالي أناتول كولين ماكوسو رئيس وزراء جمهورية الكونغو بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية علاقات صداقته وشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبولات عزيزها بما يدعم مسارات التنمية في البلدين كما بحث الجانبان آفاق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية في عدة مجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة واستعرضا التعاون الثنائي في قطاع البيئة والمناخ وتطرقا إلى استعدادات دولة الإمارات لاستضافة دورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب ثمانية وعشرون ودور هذا الحدث العالمي البارز الذي يعقد العمل جاري في مدينة إكسبو دبي في تعزيز الجهود العالمية المبذولة في مواجهة تداعيات تغير المناخ وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان ومعالي أنالينا بيربوك مجمل الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي وتبادل وجهة النظر بشأنها وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان على عمق علاقات صداقة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وحرص البلدين على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز شركتهما الاستراتيجية الشاملة بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استادف مرقدا دينيا في مدينة شيراز بإيران وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية إيران الإسلامية وشعبها الجهر ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بشفاء العاجل لجميع المصابين ونقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات الصراع عسكريا ودبلوماسيا استهدفت ضربات ليلية مدينتي الفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا حسب ما أعلن مسؤولون محليون صباح اليوم وقال رئيس بلدية الفيف أندري سادوفي على التاليجرام أنه تم إسقاط العديد من الصواريخ وأضف أن هناك حريقا في الطوابق العليا وعمليات للإجلاء من المباني مشيرا إلى وجود الأجهزة المختصة في الموقع وفي لوتسك على مسافة حوالي 150 كم شمال غرب الفيف أعلن حاكم المنطقة عن ضربة أخرى استهدفت مكاتب شركة عاملة في القطاع الصناعي مشيرا إلى وقوع إصابات من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية لأوكرانيا أجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن واشنطن سترسل مساعدات جديدة لكييف بقيمة 200 مليون دولار وبحسب البيان تتضمن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة ذخائر دفاعية جوية وطلقات مدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام ومنذ بداية الأزمة قدمت الولايات المتحدة أو تعهدت وفقا لإرقامها الخاصة بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها على الجانب الآخر أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شيغو أن الموارد العسكرية الأوكرانية استنفذت بدرجة كبيرة خلال العمليات العسكرية المتواصلة على مختلف الجبهات قال شيغو في اجتماع أمني في موسكو أن النتائج تقارير ميدانية تظهر أن الموارد العسكرية الأوكرانية شبهة مستنفدة مؤكدا أن كييف لا تحقق نتيجة بالرغم من الدعم الكامل الذي يقدمه لها الغرب في تطورات أزمة النيجر يجتمع رؤساء أركان جيوش دول إكواس يومي الخميس والجمعة في غانا أفق ما أفادت مصادر عسكرية وسياسية إقليمية وذلك بعد أسبوع من قرار قادة الجماعة نشر قوة احتياط تابعة لأكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر من دون تحديد جدول زمني لهذا التدخل المحتمل تولت تردود الفعل الدولية والأفريقية على قرار المجلس العسكري في النيجر محاكمة رئيس المعزول محمد بازوم حيث أعربت واشنطن عن استيائها الشديد من الخطوة التي اعتبرتها غير مبررة ولن تساهم في حل سلمي لهذه الأزمة كما اعتبرت كواس أن محاكمة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى يشكل استفزازا جديدا ويتنفى مع إرادة السلطات العسكرية في جمهورية النيجر إعادة النظام الدستوري بطرق سلمية وكان المجلس العسكري في النيجر التقى وفدا من رجال الدين النيجريين في مساعيهم لتهديئة التوترات وقال رئيس وفد الوسطى الشيخ باللو إن قائد الإنقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني أبلغه أن بابه مفتوح للبحث في مسار الدبلوماسية والسلم ومن أجل التوصل إلى حل للأزمة وفي رد جديد على العقوبات التي فرضت على نيامي قال رئيس مزراء النجر المعين من قبل القادة العسكريين علي محمد الأمين إن بلاده قادر على تجاوز العقوبات التي فرضتها إكواس معتبرا أنها تطرح تحديا غير منصفا على البلاد وأكد على أهمية الحفاظ على العلاقة المهمة والتاريخية مع نيجيريا والإكواس داعيا لإعطاء الأولوية في تحركها للمسائل الاقتصادية البحثة وحذر من المجموعة وفي تطور جديد للأحداث قال حسومي مسعود وزير خارجية الرئيس النيجير محمد بازوم إن مذابح تم ارتكابها من شباب مدفوعين بالكراهية العنصرية والإثنية جرت في العاصمة نيامي من دون تحديد الجهة المسؤولة عنها أو التي تتعرض لها وعلى الرغم من إعطاء كواس أولوية الحوار مع المجلس العسكري للخروج من الأزمة إلا أن الضوء الأخضر قد منح أيضا لتدخل عسكري وتبقى الأيام القادمة كفيلة بمعرفة مآلات حل الأزمة التي تزداد تعقيدا يوما بعد آخر مع فرص ضئيلة في إمكانية شن عملية عسكرية يصفها خبراء بأنها عالية المخاطر ويصعب تنفيذها لفرض واقعا جديدا في البلاد أجاهدين هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير مصرف لبنان المركزي يجمد الحسابات البنكية لحاكمه السابق رياض سليمي ويرفع السرية عنها مشاهدين أهلا بكم معنا من جديد قبل مواصلة هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عنوينها واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا وموسكو تؤكد أن كياث لا تحقق نتائج ملموسة رغم الدعم الغربي الكامل توالي ردود الفعل الدولية والأفريقية على قرار المجلس العسكري في النيجر محاكمة الرئيس بازم وواشنطن تحذر من تقويض فرص حل الأزمة سلبيا موسيقى أهلا بكم من جديد اندلعت في العاصمة الليبية ترابلوس في وقت متأخر من مساء يومي أمس الشباكات حسب ما قال السكان وذلك بعد أنباء عن قبضي على قائد كبير بأحد الفصائل المسلحة على يد فصيل منافسة أقلت وسائل أعلام محلية ومصدر في اللواء 444 أنه جرى احتجاز قائد للواء 444 الذي يسيطر على الجزء كبير من ترابلوس في مطار معيتقية أفدت مصادر في مطار معيتقية بأن جميع الرحلات من المطار وإليه حولت إلى مصراتة على بعد 180 كم إلى الشرق وفي أخبار أخرى قال مسؤول قضائي تونسي أن الحرس البحري التونسي انتشل خمسة جثث لمهاجرين غرق إثر انقلاب قارب صباح أمس قبالة سواحل السفاقس يضم نحو 40 مهاجرا غير نظامية وأفدت الوكالة التونسية للأنباء أن وحدات خفر السواحل في سفاقس أنقذت 23 شخصا وانتشلت خمسة جثث لمهاجرين بعدما غرق قاربهم قبالة سواحل سيد منصور بسفاقس وقال التقرير أن معظم ركاب القارب كانوا تونسيين إلى جانب عدد من المهاجرين من جنسيات أخرى إلى لبنان حيث جمدت حسابات الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي الملاحق قضائيا في لبنان وأيضا في أوروبا وفق ما أعلنت الهيئة المالية في بيانة وانتهت ولاية سلامي في يوليو من دون تعيين خلف له ويأتي القرار على خلفية فرد الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة الخميس الماضي عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي على سالمي واعتبرت واشنطن أن أنشطة سلامي التي وصفتها بغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان وللمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع أنتقل مباشرة إلى بيروت تنضم إلينا مرسلاتنا من هناك غيدة جبيلي غيدة أهلا بك معنا بداية غيدة ما هي تفاصيل هذا القرار الذي أعلنته هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وأيضا من شملتهم قرارات التجميد إلى جانب طبعا حاكم مصرف لبنان السابق نعم ميرنا لم يقتصر قرار هيئة مصرف لبنان هيئة التحقيق في مصرف لبنان على رياض سلامة وتجميد حسابات رياض سلامة فقط بل شمل أيضا ابنه ندي وأيضا شقيقه رجا مساعدته السابقة مريان لحويك وأيضا صديقته أنا كوساكوفا الأهم هو ليس فقط تجميد الحسابات بل رفع السرية المصرفية أيضا عن كل من تم ذكرهم لأن تجميد الحسابات من دون رفع السرية المصرفية يرى الخبراء بأنه ليس إجراء مكتملا وهو ناقص وبالتالي هذه الأهمية اليوم لهذا القرار ما يفتح الباب أمام القضاء اللبناني فالكرة اليوم في ملعب القضاء اللبناني إذا كان عازما على محاسبة كل من تم ذكرهم في هذا القرار بالحديث عن القضاء اللبناني غيدا هل لهذا القرار أي أبعاد أو علاقة بالعقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وأيضا كندا والمملكة المتحدة كانت أيضا قد فرضت الخميس الماضي قرارات وعقوبات على الحاكم السابق للمصرف المركزي في لبنان بالطبع هذا القرار هو يأتي في إطار التطقيق الجنائي وأيضا استكمالا لمسألة العقوبات التي تم فرضها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا الأهم ما ذكر في هذا القرار العقوبات اليوم التي فرضت هو التوقيت لأن اليوم تم فرض العقوبات على رياض سلامي بعد انتهاء حكميته وتخليه عن منصبه كحاكم لمصرف لبنان وهنا في التحليل يمكن القراءة بأنه تم فصل رياض سلامي ولم تشمل العقوبات مصرف المركزي بل رياض سلامي كما تشير أيضا تجرى الإشارة ميلنا إلى أن في المعلومات الخاصة بأن هذه العقوبات لم تتوقف عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامي ولكن متوقع بأن أيضا تشمل السياسيين وشخصيات سياسية كون اليوم الإدارة الأمريكية وغيرها اتهمت السلطة السياسية بالفساد سؤال أخير باختصار غيداء وفقا لما أوردته وكالات الأنباء تقارير أولية للشركة التي تدقق بالحسابات الفيرزان مارسل تحدثت عن مواصفته بسوء إدارة وأيضا ثغرات جذرية في آلية عمل المصرف طوال الخمس سنوات الماضية ماذا يمكن أن تخبيرينا بهذا الشأن بهذا الإطار باختصار؟ أهم ما يمكن قوله بشأن التطقيق الجنائي رياض سلامي اليوم متهم بأنه استغل منصبه وقام باستغلال المال العام وأموال المودعين يقال بحسب كل الاتهامات المواجهة ضده بأنه تمكن غير فيما يتعلق بالاتهامات المواجهة بتبييض أموال وغيرها ولكن في مسألة التطقيق الجنائي والاتهامات المواجهة بأنه استخدم المال العام لأغراض شخصية بالخلاصة بالألفين وخمسة عشر كان هناك فائد في مصرف لبنان بالعمولات الأجنبية وصل إلى تقريبا سبعت عشر مليار دولار أما في نهاية الفين وعشرين كان العجز لدى مصرف لبنان بالخمسين مليار دولار لأنه انتهى وقتنا أشكرك على كل هذه المعلومات مباشرة من عاصمة لبنانية بيروت غيدا جبيلي شكرا جزيلا لك وجهت محكمة في ولاية جورجيا الأمريكية تهمة الابتزاز إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وثمانية عشر شخصا آخرين ضمن لائحة اتهامات بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام الفين وعشرين في هذه الولاية الرئيسية نتابع لائحة اتهام مفصلة تتضمن مجموعة هي الرابعة من الاتهامات الجنائية بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتعلق بمحاولة تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة الفين وعشرين أصدرت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأمريكية ووجهت المدعية العامة لمقاطعة فولتن الاتهامات لترامب وتضمنت اللائحة المؤلفة من ثمانية وتسعين صفحة تسعة عشر متهما واحدة وأربعين تهمة جنائية إجمالا وشملت التهم الموجه لهم جميعا الابتزاز الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب والمحاميان رودي جولياني وجون إستمانا بدلا من الانتزام بالعملية القانونية في جورجيا فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي انخرط المتهمون في عملية ابتزاز لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية وأشارت ويليس إلى أن ترامب وبقي المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة لتسليم أنفسهم بدلا من اعتقالهم وقالت إنها تعتزم محاكمة جميع المتهمين معنا وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من يناير 2021 حتى فيها ترامب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا على إيجاد أصوات كافية لتغيير نتيجة الانتخابات بفارق ضئيل في الولاية لكنه رفض القيم بذلك كما تتضمن لائحة الاتهام ما تخطى حدود الولاية ذكرت أن جولياني وميدوز وآخرين تواصلوا مع مسؤولين في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا ومناطق أخرى لحثهم على تغيير النتيجة من جانبه نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وفي بيان قبل صدور لائحة الاتهام اتهم القائمون على حملته الانتخابية هذه الإجراءات بأن لها دوافع حزبية مسعورة على حد وصفهم تحاول تقويض محاولة ترامب خوض الانتخابات في الوقت الذي تظهر استطلاعات الرأي تقدمه على منافسيه في سباق الترشح للرئاسة المقرر العام المقبل قتل 27 شخصا على الأقل في انفجار عقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الروسية الواقعة في القوقاز وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الأحوال الطارئ الروسية اليوم وفدت الوزارة بإصابة 100 شخصين إثر الحادث وفاة 27 منهم على الأقل وكانت حصيلة رسمية سابقة عوردت مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح العشرات وأشارت الوزارة إلى أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل 76 لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو إلى قطاع غزة حيث افتتحت منظمة أمريكية غير حكومية مخيم صيفيا للأطفال من ذوي الهمم التفاصيل في سياق هذا التقرير تجربة رائدة ميزت الإجازة الصيفية في غزة حيث أقيم مخيم لذوي الهمم بهدف دمجهم في المجتمع في المخيم رسمت البسمة على وجوه الأطفال من ذوي الإعاقة الحركية ويسعى القائمون عليه إلى الترويح عن هذه الفئة وإيسابها المهارات الممكنة وتغيير الصورة النمطية غير الصحيحة عنها هذا المخيم المخصص للأطفال والشباب من أصحاب الهمم من فقدوا أطرافهم في قطاع غزة يشارك معنا في المخيم 120 طفل وشاب ويشاركون جميعهم في نشاطات متنوعة منها النشاطات الترفيهية ونشاطات تفقيفية ونشاطات تعليمية ونشاطات اجتماعية أيضا هذه الفئة من ذوي الإعاقة شاركت في مختلف الأنشطة التنشيطية والفنية في المخيم كالرسم والدبكة واللعب والسباحة وغيرها من الأنشطة مخيم دابت فيه الفوارق بين الأطفال من دو الهمم وأقرانهم الأسوياء الذين شاركوهم اللعب اللعب اللي هنا نلعبه لعب جماعي مع الأطفال اللي زي مثلا في البتر نلعب من المسيط ونكيف يعني غسط في الفلسطين هي اللي مطوعانا ولا بنحس بالبتر لا بنحس بالشعور بالبتر لا المخيم يضم العديد من الأطفال وهدفه يتمثل في الترفيه في ظل حاجة الأطفال للفرحة وكذلك نشر ثقافة الحب والفرحة في أجواء تملأها الطاقة الإيجابية طبعا الأطفال يعني بيجوا هنا بنبسطوا بنعزلوا شوي عن الضغطات الخارجية في الأنشطة الترفيهية والسباحة تكمن أهمية هذه المخيمات في سقل شخصية دو الإعاقة من خلال غرس قيم الالتزام والابتكار في نفوسهم إضافة إلى أنها وسيلة للتسلية وممارسة الأنشطة اللامنهجية لقنوات أبو ضبي وليد عبد الرحمن غزة وقبل الختام مشاهدين هذه نظرة على أغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر شلسة تدولة ختم نشرة ثالثة ألقاكم في السادسة شكرا على حسن متابعتكم ودائما في أمان الله اشتركوا في القناة